سأتحدث في هذا الدرس عن فكرة فرق الجهد أو التيار كدالة للزمن أي كوساين أوميغا تي سيكون الزمن هنا دالة كوساين وكما تعلمون الزمن يزداد بشكل لا نهائي لديكم متغير آخر يدعى أوميغا دور أوميغا هنا هام إذ أن القيمة داخل الكوساين يجب أن يكون لها وحدة وإذا كانت الوحدة هنا الثواني فهذا يعني أن وحدة أوميغا هي واحد على الزمن اضربوا القيمتين هنا ستحصلون على قيمة بلا وحدات بعد ذلك يمكنكم إيجاد كوساين هذه القيمة واحد على الزمن هنا هي التردد حسناً قيمة أوميغا هنا ثابتة أما الزمن فهو قيمة تزداد دائماً يصبح لديكم الآن موجة كوساين أو موجة جيبية وهذه الموجة تستمر مع مرور الزمن إذن حددتم دالة ساين لديكم بين صفر وإثنان باي بوحدة راديان لاحظوا أنني غيرت المحور الأفقي إلى الزمن وأصبحتم الآن تحسبون الزمن بالثواني كما هو واضح أمامكم هذه النقطة على التمثيل البياني تساوي باي ثانية وهنا إثنان باي ثانية لاحظوا أن هذه دورة كاملة لواحد كوساين قبل أن تبدأ بالتكرر مرة أخرى النقطة هنا تساوي 6.28 ثانية إذن في التمثيل اللديكم قيمة أميغا هي واحد أي عندما يصل تي إلى إثنان باي ثانية يصبح لديكم دورة كاملة هذه هي فكرة موجات ساين وكوساين التي تتغير باستمرار هناك العديد من التطبيقات على موجات ساين في الطبيعة منها رنين الجرس أو التصفير وغير ذلك وشكل هذه النغمات يبدو كموجة ساين أو موجة كوساين سندخل الآن في تفاصيل هذا النوع من موجات ساين وكوساين هناك فكرة هامة حول الموجات المتكررة تسمى المرحلة خذوا التغير في الزمن من هذه النقطة إلى هذه هذه هي الفترة المتكررة لهذه الدالة سموا هذه المسافة من هنا إلى هنا بالدورة على الرغم من أن هذه الموجة هي موجة كوساين دورة الساين هي هذه المسافة هنا ونرمز لها عادة بـ T كبيرة انظروا الآن إلى موجة كوساين هذه وحددوا دورتها يمكنكم تحديدها بسهولة من هذه النقطة إذ أنها تتكرر عند كل مرة تصل فيها إلى أحد هذه النقاط إذا كان الزمن هنا يساوي صفر يكون لديكم T كبيرة هنا وهنا T2 وهكذا كما هو موضح في التمثيل البياني الزمن T عند هذه النقطة يساوي 0.02 ثانية إذن يمكنكم إيجاد الدورات عن طريق أخذ نقطتين مثلا خذوا هاتين النقطتين هذه النقطة إلى هنا إذن قيمة T هنا تساوي قيمة T هنا إذن الزمن T هنا هو الدورة دعونا نحسب الآن عدد الدورات في الثانية الواحدة في هذا المثال الدورة الواحدة تحصل كل T من الثواني وفي الحالة أمامكم يوجد دورة واحدة كل 0.02 ثانية خذوا مقلوب 0.02 تحصلون على خمسين دورة في الثانية وهو معدل تكرار هذه الموجة تسمى وحدة الدورة في الثانية هيرتز نسبة إلى العالم الألماني هاينرش هيرتز أصبح لديكم الآن طريقتان لحساب التردد التردد F وحدته الهيرتز وهو عدد الدورات في الثانية والدورة الواحدة تساوي 2 باي راديان في الثانية إذن لديكم الدورات في الثانية والراديان في الثانية ستستعملون الطريقتين خلال الحل حسناً الراديان في الثانية أي الرمز أميغا يسمى التردد الزاوي أو تردد راديان وأحياناً يشار إليه بكلمة راد جدوا الآن العلاقة بين F وأميغا ما قيمة أميغا إذا كانت قيمة F معطاة لكم؟ إذن هناك F بوحدة الدورات في الثانية سأضرب هذا التعبير في معامل تحويل 2 باي راديان في الثانية وهو نفسه دورة في الثانية يمكنكم الآن حذف دورة في الثانية مع الأخرى ويساوي 2 باي F راديان في الثانية أي أن معامل التحويل هو أميغا يساوي 2 باي F ومعامل التحويل هذا يهمكم لاحقا مثلا إذا كان لديكم موجة ساين لفرق الجهد V ل T يساوي كوساين أميغا T يمكنكم إعادة كتابة هذه الصيغة على النحو الآتي V ل T يساوي كوساين 2 باي F ضرب T وحدة هذا التردد هي عدد الدورات في الثانية وهذا راديان في الثانية ويمكنكم التحويل بينهما باستعمال معامل التحويل هذا عودوا إلى المثال في أول الدرس كان لديكم إشارة قيمتها 50 هيرتز أو يمكنكم القول 50 دورة في الثانية يمكنكم كتابتها على هذا النحو V ل T يساوي كوساين 2 باي وF يساوي 50 ضرب T ويساوي كوساين 100 باي T 100 باي هو أميغا وهذا العدد هو F وصلنا بهذا إلى نهاية الدرس